موسيقى في الحلقة دي هتكلم معك زي بقى أشوف الـ Editable Spline أشوفه كأنه في الواقع بتاعي أعمله render يعني طبعا عندك الشوت كات اللي هو الـ Shift والـ Q اللي هو الـ Production بتاع الرندر طبعا مفيش أي حاجة ظهر ليه؟ لأن أول حاجة باجي هنا من الموديفاير عندك هنا Rendering عملته Expanded عندك هنا فيه الـ Option او الواحد اللي هو الـ Enable في الـ Render ما حصلتش أي حاجة هنا بس هنا دلوقتي في الـ Production هيظهر عندك الثيكنس عندك عالي اهو من هنا قال له بقى قعد عدد بقى واعمل موديفاير زي ما انت حابب دوس على الـ Render ثاني قال له عندك الثيكنس طب ليه ما ظهرش عندي هنا اعمله Enable في الـ Viewport دلوقتي بقى ظهر عندك بالشكل دوت طبعا عندك هنا الـ Edge والـ Side او مستوى التفاصيل دوس على افرق بعض اللي هو الـ Edge Face اللي هو كأنه Wireframe مع Shading ويزود الـ Side اقللها بالشكل دوت طبعا لازم يكون عدد اقل حاجة 15 تقريبا عشان يكون كأنه Smooth قوي وبعد كده انزل تحت فيه عندك بقى الـ Parameters اذا قعد جارب فيها طبعا هنا انا اعمل اللي هو الـ Auto Smooth بالشكل دوت وهي عندك الـ Parameters دي كلها ممكن تجارب بقى طبعا عندك ده كوات هتلاقي الـ End بتاعتك بقى بالشكل دوت مش مهمة عندي إن ده المفروض يكون لازم في اللوحة يبدوت الاسلوب اللي بنعمل بـ Render وفي تكر دايما لما بيكون Selected بيبقى كأنه سمكه أعلى تقليق على يمت الـ Space ده السمك بتقليق تقليق على ثاني عندك الـ Thickness هو قلله دوس على افرق بعض خليك كأنه Shading قعد بقى اعدد فيه البرامتر زي ما تحبب خليلي بقى لك بلاش تتعامل يكون عندك 2 Thickness مثلا يعني عندي هنا Thickness بس بتاع Render ممكن أعمل Use Viewport Setting بقى كده عندي 2 Thickness بلاش الاسلوب دوت خليك دايما فيه الاسلوب اللي هو يا إما عايز أشوفه بRender في الـ Viewport أو عايز أشوفه في اللي هو الـ Window بتاعت Shift-Q اللي هي الـ Production بتاع Render بلاش تتعامل يكون عندك هنا عشان ما تتلخبطش بس يكون عندك 2 بارامتر لنفس الشيء فخليك دايما بلاش تعمل Use Viewport Setting خليك يا إما Enable هنا أو Enable هنا أو بلاش خالص خلي الـ Option ده عندك يكون أسهل بالطريق لي شكرا 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 شكرا